وافق مجلس النواب الأردني على إنشاء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغتص وتتمتع هذه المؤسسة غير الربحية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري من جهة ثانية بدأت بلدية الشونة الوسطى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ووزارتي الزراعة والأشغال العامة بحملة واسعة لتنظيف شارعي المغتص والبحر الميت وقد جاءت هذه الحملة بناء على تعليمات وتوصيات حكومية بضرورة النهوض والاهتمام بالمنطقة القريبة من المشاريع السياحية وموقع عماد السيد المسيح لكون هذه المنطقة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات السياحية خاصة وأن المغتص والبحر الميت يأمهما آلاف السياح والمتنزهين بشكل يومي وهو ما يتطلب إظهار المنطقة بصورة مشرفة وجميلة